إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا وحبيبنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار حياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوَّأتم جميعًا بإذِّ الله تعالى من الجنة منزلة وأسأل الله تعالى الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة جميعًا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله حملت الأمة في هذا الزمان الكثير الكثير من الهموم من الناس من حمل همَّ الرزق ومن الناس من حمل همَّ الزوجة ومن الناس من حمل همَّ الأولاد ومن الناس من حمل همَّ البيت ومن الناس من حمل همَّ العمل فقط ولم يحملوا همَّ الإسلام وربنا جل جلاله عندما رأى الأمة حملت هموم الدنيا بأكملها فقط لأنه حمل هم من هموم الدنيا ليس خطأ ولكن الخطأ أن تحمل هذا الهم وحده ولا تحمل هم الإسلام كل الناس قالوا عملي ورزقي وزوجتي وأولادي وداري وسيارتي ومكاني وقليل من الناس من قالوا هذا الإسلام ديني أحمل همه كما أحمل هم رزقي وكما أحمل هم بيتي وكما أحمل هم دنياي هم قليل حال الإسلام في هذا الزمان كحال ولد كحال ولد يتيم لا يقترب إليه أحد نبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا لماذا الأمة الآن في هذه الأزمنا تهلك في الأودية روى ابن ماجة بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع معي أخي إلى هذا الحديث العظيم وأسقطه عليك وعلى الناس في هذا الزمان قال من جعل الهمومة همًا واحدًا هم المعاد أي هم الآخرة كفاه الله سائر همومه لأن الكثير من الناس يقول يا شيخ هم الدنيا وهم المال وهم الرزق شغلني عن حمل هم الإسلام وشغلني عن حمل هم الدين قال صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم همًا واحدًا هم المعاد أي هم الآخرة أي كيف أنجوا في الآخرة كفاه الله سائر همومه ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله تعالى به في أي واد هلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام أخي الحبيب هل سألت نفسك أي هم تحمل أي هم تحمل ما الهم الأول في حياتك الذي تحمله هل الهم الأول هو تبليغ الإسلام للناس هل الهم الأول هو الإسلام هل تخطط للإسلام كما تخطط لدنياك أنا لست ضد التخطيط للدنيا ولا التفكير للدنيا ولا حمل هم الدنيا بل هذا من الدين أن تكون مبدعًا في دنياك ولكن لا تجعل هم الدنيا فقط هو همك بل قدم هم الإسلام على كل الهموم لأنك إن جعلت الإسلام همك كيف لا يبقى في الأرض رجل ولا امرأة ولا صغير ولا كبير ولا عربي ولا عجمي إلا يكون يوم القيامة من أهل الجنة كفاك الله سائر الهموم يا من تدعي أن زماننا يختلف عن سائر الأزمنة وأننا في زمان فتن وشهوات وشبهات اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث الصحيح الذي يرويه الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من شغله هم الآخرة جمع الله غناه بين عينيه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة أقسم بالله تأتيك الدنيا وهي راغمة رضي الله عنك يا عمر عندما حملت هم الإسلام على عتبة بيتك جاءتك الكنوز كنوز كسرى وقيصر حمل عمر هم الإسلام لم يحمل هم المال بالدرجة الأولى لم يحمل هم بيته بالدرجة الأولى لم يحمل هم أولاده بالدرجة الأولى حمل هذا الهم ولكن قدم هم الإسلام على سائر الهموم فجأته الدنيا وهي راغمة ومن لم يحمل هذا الهم ومن جعل الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه اسمعوا للحديث من جعل الدنيا همه بالصباح وبالمساء وعند الطعام وعند النوم وفي الصلاة وفي المسجد يفكر في الدنيا ومن جعل الدنيا همه جعل الله فقره بين عيني وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر وكتب له اسأل نفسك من كم سنة أنت مسلم كم لك في الإسلام ماذا قدمت للإسلام كم رجل دخل في الإسلام على يديك كم رجل صلى على يديك كم كنت سببا لهداية إنسان وكم امرأة كانت سببا في هداية امرأة بل نفتخر اشترينا وركبنا وسكننا وجمعنا وفعلنا وفعلنا أما في الإسلام حالي كما هي من أول بلوغي ورشدي وإدراكي إلى عند الموت لا أقدم شيئا للإسلام إلا ما رحم الله لذلك أحبتي في الله هم النبي صلى الله عليه وسلم كان هم الإسلام في السنة السابعة فتحت خيبر فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا هزم اليهود انتشرت الغناء بين الناس في هذه السنة وفي نفس هذا الوقت يطرق باب بيته جعفر يفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب فإذا بجعفر من جعفر؟ جعفر ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أشبه الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى قلبه أخذه وعانقه وقال كلمته الشهيرة لا أدري بأيهما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر أين كان جعفر؟ جعفر رضي الله تعالى عنه كان مع المسلمين في حبشة كان في الحبشة بعد سنوات جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أهل السير لم يمضي أيام لم يمضي أيام إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشكل الجيوش جيش المسلمين نرسله إلى مؤتة ومن يضع على إمرة هذا الجيش؟ يقول صلى الله عليه وسلم يحمل اللواء زيد فإن قتل زيد فجعفر وقول النبي فإن قتل هذه إشارة منه صلى الله عليه وسلم أن جعفر سيقتل يا رسول الله جعفر تحبه؟ هو ابن عمك؟ كيف تحبه وترسله للموت؟ هو جاء من الحبشة من أيام قليلة أيها من يحمله رسول الله مع حبه لجعفر ولكن هم الإسلام أعظم من جعفر ومن خديجة ومن فاطمة ومن كل عائلته صلى الله عليه وسلم أرسله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه سيستشهد وفعلا أخذ الراية زيد قتل زيد أخذ الراية جعفر قتل جعفر رضي الله تعالى عنه بعدما قطعت يمينه ثم يساره ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في مسجده وهو يبكي ويقول جعفر يطير بجناحين في الجنة ثم يأخذ الراية عبد الله هذا الهم الذي حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل هذا الهم من بعده الصحابة اسمع معي إلى الخبر الذي يريده البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه يقول أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى واد النعمان واد النعمان منطقة بعيدة عن مكة تقرب من الطائف دعاهم إلى الله ثم عاد هذا الرجل فأرسلوا رجلا منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أهل بادية أهل أعراب والأعراب عندهم غلظة وشدة فدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة مجتمعون فقال أيكم محمد ابن عبد المطلب هكذا بإسمه فقال له أحد الصحابة أرأيت هذا الرجل الأبيض المتكئ قال نعم فقال هذا محمد ابن عبد المطلب فجاء إليه مسرعا وقال أنت محمد ابن عبد المطلب قال له صلى الله عليه وسلم نعم فقال له من الذي رفع السماوات فقال الله فقال له من الذي بسط الأراضين فقال له صلى الله عليه وسلم الله وهو مستغرب من هذا السؤال فقال له ومن الذي نصب الجبال فقال له صلى الله عليه وسلم الله فقال له أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجمال آه الله أرسلك إلينا رسوله فقال صلى الله عليه وسلم نعم فقال أسألك بالذي أرسلك آه الله أمرك أن نوحده ولا نشرك به شيئا قال نعم قال أسألك بالذي أرسلك آه الله أمرك أن نصلي في اليوم له خمس مرات قال نعم وجعل يسأله عن الزكاة وعن الصيام وعن الحج ثم قال صلى الله عليه وسلم له نعم قال فأدار بظهره وقال والله لا أزيد ولا أنقص عن هذا شيئا وهرول وهو مسرع وله غديرتين من الشعر وكان الأعراب يجعلون الغدائر في شعرهم ومن كثرة سرعته الغديرتين تضرب وتهز على ظهره فرسول الله صلى الله عليه وسلم أشر إليه وقال أفلح أفلح نسي رسول الله اسمه قال أفلح ذو العقيصتين إن صدق ذو العقيصتين أي ذو الغديرتين الكثير من الناس دعوني أقف هنا لحظات الكثير من الناس يقول يا شيخ هذا الحديث أصلي أصوم أزكي أحج فقط أفلح إن صدق يعني إن صدق وفعل هذا فقط دخل الجنة أكمل الرواية إخواني ركب على دابته فك عقالها وهو راكب عليها من شدة سرعتها كما يقول الراوي ثم ضربها بقدمه وذهب إلى قومه فنزل فيهم وقال لهم بئسة لا تولعزة قالوا له يا ضمام يا ضمام ماذا تقول احذر الجذام احذر البرص أن تتسبوا الآلهة قال والله لا تضر ولا تنفع النافع والضر هو الله الله أكبر دقائق والله مش أيام ولا أشهر ولا سنوات دقائق جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل هم الإسلام من كم سنة نحن مسلمون ونرى المعاصي في بيوتنا وفي الطرقات وفي الشوارع من منا حمل هم الإسلام قال والله النافع والضر هو الله جاء إليه أبوه وقال يا أبتي أنت كافر ابتعد عني قال ما دينه قال دينه يا الإسلام دعاه إلى الله فدخل أبوه في الإسلام جاءت زوجته وهو بعد سفر طويل اشتاق لزوجته من الطائف إلى مكة قدر العلماء في ذلك الزمان تحتاج لمدة شهر وفي العودة شهر قال ابتعد عني فأنت كافرة قالت ما دينك قال ديني الإسلام فدخلت في الإسلام يقول الراوي والله لم يمص عليه ذلك اليوم وفي قريته رجلٌ ولم رأةٌ إلا وهم مسلمون رجل حمل هم الإسلام لا حافظ آية ولا حافظ حديث ولا خريج أزهر ولا خريج كلية شريعة حمل هم الإسلام رجلٌ عامي حمل هم الإسلام جعله الله تعالى سبباً لهداية قريةٍ بكاملها أي هم نحمل؟ أنا أعلم أن الكثير الآن يقول يا شيخ تحدثنا عن رسول الله وعن الصحابة والله زمانهم يختلف عن هذا الزمان زماننا كثرت فيه الشبهات والشهوات لا نستطيع أن نحمل هذا الهم أنا يا شيخ بالكاد أنتهي من هم رزقي ومن هم دكاني ومن هم عملي كيف أحمل هم الإسلام؟ بإذن الله تعالى في الخطبة الثانية أبين لكم قصصاً في هذا القرن لا بل في هذه السنة وفي هذه الأيام تبين لكم عن أناس حملوا هم الإسلام أسأل الله تعالى أن يجعلني وأياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين غبت عنكم لجمعتين أكرمني الله تعالى لزيارة مؤتمراً سنوياً في منطقة بنجلادش وكثير من الناس يستغرب لما بنجلادش؟ مؤتمراً للدعوة إلى الله يجتمع فيه إخوانكم من أكثر من 250 دولة في العالم حضره على مدة أسبوعين أكثر من 9 مليون الضيوف منهم أكثر من 21 ألف خرجت منه أكثر من 6 ألاف جماعة خارجة في سبيل الله إلى كل بلدان الأرض التقينا فيه مع أهل أمريكا ومع أهل أوروبا ومع أهل فرنسا ومع أهل أستراليا ومع أهل أفريقيا وسمعنا والله العجب العجاب من يقوم على خدمة هذا الاجتماع هم فقراء وبسطاء الناس ذهبت لقضاء حاجة فأرسلوا معي شاب بنجلادشي فقلت للمسؤول عنهم في آخر هذه الرحلة أريد أن أكرمه بإكرام قال يا شيخ لا بالله عليك لا تفسد عليهم نياتهم هم قرروا أن يخدموا العرب وأن يخدموا الضيوف الذين قدموا أموالهم وأوقاتهم للدعوة إلى الله قرروا أن يخدموهم وهم والله أفقر الناس رأيت فقرهم بعينيه فقراء ولكنهم قرروا أن يخدموا ويحملوا هم الإسلام جلست مع أهل فرنسا سألتهم عن أحوال فرنسا قال يا شيخ يوميا تقريبا يدخل في الإسلام بفرنسا أقل القليل عشرين رجل وإمرأة يوميا في فرنسا أقل القليل عشرين رجل وإمرأة مما يقارب أربعين سنة كان في فرنسا خمس مساجد الآن في فرنسا أكثر من خمسة ألاف مسجد حكوا لنا قصة إمرأة فرنسية تجلس مع زوجها في البيت تقيم حلقة التعليم تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها تحمل هم الإسلام حتى ترى كم هم الإسلام بسيط أنت يمكنك أن تحمله فقط قل أنا أحمل هم الإسلام قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأحاديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك فقالت لزوجها هذه الإمرأة الفرنسية التي من سنوات لم تكن مسلمة أريد اليوم أن أطبق هذا الحديث قال فأخذت الطبخة وطبخت فيها الماء وأكثرت فيها الماء ثم أخذت صحنا إلى جارتها النصرانية الكبيرة في العمر عندما طرقت عليها الباب ورأتها النصرانية استقبلتها وقالت أهلا بك لماذا أتيت بهذا الطعام قالت نبيي وسيدي رسول الله انظر إلى هم الدعوة هي فرنسية قالت نبيي وسيدي رسول الله قال لنا هذا الكلام إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك بدأت هذه الإمرأة الكبيرة الفرنسية النصرانية تبكي وتقول أنا عندي بنت تسكن فوقي في الطابق الرابع منذ أربع سنوات لم أرها وأنت فرنسية مسلمة لست ابنتي ولست أختي تأتين إلي والله لدينكم دين حق أريد أن أكون مثلك دخلت في الإسلام ودخل زوجها في الإسلام بشو؟ صح أكل هذا هم الإسلام أخبرونا عن شاب في أمريكا يحمل هم الإسلام الآن نحن نريد أن نتشبه بهم في ضلالهم وفي غيهم وفي أفلامهم وأغنيهم وهم يتركون هذا الأمر ويأتون إلى ديننا شاب أمريكي فقير لأنه في بأمريكا فقراء الكثير يظن أنه بأمريكا فقط الأغنياء فقير ولكنه أسلم رأاه أحد العلماء وسلم عليه وجلس معه وأحبه ثم سافر هذا الداعي إلى الله ثم جاء إليهم مرة أخرى يدعوهم إلى الله فسأل عنه فقالوا يا شيخ هذا انتقل إلى بلد آخر وسافر وأصبحت حاله جيدا وأغناه الله تعالى قال لهم كيف قالوا يا شيخ اسمع إلى قصته ركب في المصعد في ناطحة سحاب في أمريكا فصعدت معه في المصعد امرأة أمريكية نصرانية بنت أحد أعظم رؤوس الأموال في أمريكا مكتبها في الطوابق العليا في هذه ناطحة السحاب قال فعندما ركبت معه ورأت لحيته فقالت هذا سيؤذيني وخافت منه لأن الإعلام الكاذب في كل الأرض في بلادنا وفي بلادهم يريد أن يري الناس أن اللحية وأن الإسلام هو دين الإرهاب وهو دين القتل ولكن كذبوا والله هو دين الرحمة والله هو دين الشفقة ولكن أنا وأنت بإذن الله تعالى من سنوصل هذه الفكرة إليهم قالت ولكن استغربت منه تروي القصة استغربت منه لم ينظر إلي نظرة طول الوقت نظره في الأرض قالت عندما وصل وهو كان يريد أن ينزل قبلها خرج قال فلحقته فقلت له أنا لست جميلة فقال لها لا أدري أنا لم أنظر إليك قالت له ولم لا تنظر إلي أنا ظننتك ستؤذيني أنت لم تنظر إلي ولم تتكلم معي ولم تمد يدك إلي قال إني أخاف من ربي هذا ديني يأمرني بهذا فقالت ومن هو ربك فعرفها بالله وقالت لم تخاف منه هل هو يخوف قال لا أنا أحبه ولكن عذابه أليم عنده نار سديدة عظيمة بين لها ودعاها إلى الله فقالت له ولكن أنا أعلم وأنا أسمع أن الإسلام يفعل كذا وكذا يؤذي ويقتل قالت لا قال لها لا نحمل نحن نحمل هم الإسلام نحن من يحمل هم الرحمة على كل الناس فقالت له تتزوجني فقال لها ولكن أنت لست مسلمة أنت نصرانية قالت أنا مستعدة أن أكون مثلك قال لها اذهبي واغتسلي ثم جاء بها إلى مركز الدعوة وأعلنت إسلامها أمام كل الملأ وعقض عليها القران ثم نقلت ملكها إليه وصار من أغنى المسلمين صدق ربي جل جلاله عندما قال ومن يتق الله اتق الله لم ينظر للحرام لم تسول له نفسه لأن يفعل الحرام ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إخواني الكرام احملوا هم الإسلام كونوا دعاة إلى الله كونوا نوابا عن رسوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن هم الإسلام لا يحمله فقط الخطباء ولا فقط الفقهاء ولا العلماء كل مسلم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هو نائب رسوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم بإذن الله تعالى إن حملتم همَّ الإسلام وهمَّ تبليغ الإسلام إلى كل الأرض جاءتكم الدنيا وهي راغمة أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعفُ عنا اللهم إلى غيرك لا تكلنا ومن شرور أنفسنا سلِّمنا اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكِّها أنت خير من زكَّاها أنت وليُّها ومولاها مولانا رب العالمين اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبًا إلا غفرته ولا همًّا إلا فرَّجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا مُبتلًا إلا عافيته ولا مأسورًا إلا فككت أسره ولا مظلومًا إلا نصرته ولا ظالمًا إلا قصمته ولا ضالًا إلا هديته ولا بعيدًا عن دينك وقرآنك وسنَّة نبيك إلا قرَّبته اللهم جعلنا دعاةً إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم أشغلنا بشغل الحبيب اللهم أشغلنا بشغل الحبيب اللهم اجعلنا ممن يحمل همَّ الإسلام اللهم اجعلنا ممن يحمل همَّ الإسلام اللهم اجعلنا ممن ينشر الإسلام في كل بقاع الأرض يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا آمنا في أوطاننا آمنا في أوطاننا اللهم انصر إخواننا في كل مكان انصرهم على من عداهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم